السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما بلش بهذا الفيديو صلوا معي على النبي واذكروا الله. بهذا الفيديو راح اشرح اهم شيء شرحت انا على هاي القناة من بدايتها لحد اليوم. هذا الشيء هو طريقة حماية حسابنا الجيميل من التهكير. يعني نحن اذا منملك حساب جيميل ومربوط عليه قناة يوتيوب او موقع الكتروني او حساب فيسبوك. شلون منمنع الهكر من صرقة هذا الحساب خصوصا انه انتشر في الفترة الاخيرة اه انتشر يعني بكسرة صرقة قنوات اليوتيوب في نهاية عام الفين وتسعة عشر وبداية عام الفين وعشرين. تعرفوا كسرت اه صرقة القناوات اليوتيوب. لهيك راح اشرح بهذا الفيديو. شلون منحمي حسابنا من الصرقة مدى الحياة? طبعا بدون اه طرق اه ربط الحساب برقم هاتف او ببريد الكتروني لاسترداده لان هاي الخطوات ايضا ما عادت تنفع. الخطوة بسيطة جدا وفينا نعملها من خلال هاتفنا فقط بدون الحاجة الى اه مفتاح امان او رقم هاتف. طبعا لا تعرفوا شو هي خطوات تأمين حسابكم. وحمايته مدى الحياة. بتمنى ان تبقوا معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا فيكم من جديد. كما ذكرنا رح نشرح بهذا الفيديو المهم كيفية الحفاظ على حسابنا الجيميل من الصرقة من قبل الهكر يعني نحمي حسابنا مدى الحياة. ولكن قبل ان اتابع هذا الشرح بتمنى منكن تدعموا هذا الفيديو لحتى يوصل الى الف لايك. لانه مهم جدا جدا. بتمنى منكن ايضا تدعموا قناتي هاي لحتى توصل الى المليون نشترك. لانه انا هدفي هلأ هو الوصول بهاي القناة الى المليون نشترك. لهيك اخي بتمنى انك تكون انت من بين الاشخاص يدي يساعدوني للوصول الى المليون نشترك. رح نباشر هلأ بخطوات حماية حسابنا الجيميل من خلال الهاتف او من خلال الكمبيوتر. طبعا رح نتوجه الى حسابنا الجيميل في الهاتف او حسابنا في جوجل او اليوتيوب اي مكان. يعني اي مكان نحن مسجلين عليه جيميلنا. رح نقوم بفتحة تطبيق جيميل او يوتيوب او المتصفح. طبعا انتم ما بتعرفوا رح تطلع لنا صورة حسابنا بالاعلى. رح نضغط على هاي الصورة من اي مكان قلنا. رح نضغط عليها. رح يطلع لكم اسم حسابكم. طبعا تحته رح تلاقوا شي اسمه ادارة حسابك على جوجل. يعني من اي مكان رح نلاقي هذا الخيار. ادارة حسابك على جوجل. رح نضغط عليه. طبعا رح يفتح لنا صفحة ادارة حساب الجيميل. سواء اللي مربوطة عليها قناة اليوتيوب او موقع الكتروني او حساب فيسبوك. طبعا نحن لازم هون نتوجه الى اليسار يعني هذا الشريط رح نسحبه. نتوجه الى شيء اسمه الامان. تابعوا معي خطوة بخطوة لحتى تستفيدوا. طبعا نحن لازم ننزل للاسفل ونفعل هذا الخيار اسمه التحقق بخطوتين. رح نضغط عليه. طبعا رح ينقلني الى هذا المكان الى المتصفح. طبعا حماية حسابك باستخدام التحقق بخطوة طبعا اه يعني هو هذا عبارة عن انه بعد ادخاء كلمة السر رح يطلب مني طبقة اضافية للحماية. طبعا شو هو الطبقة يلي نحن رح نقوم فيها رح نضغط على البدء. طبعا بيعطيني عدة خيارات لحتى احمي حسابي. كما ذكرنا اما كلمة اه يعني اما رقم هاتف اما مفتاح امان اما حساب جيميل اما خطوة اسهل ان احنا هلأ رح نشرحها. طبعا للمتابعة رح ندخل كلمة سر حسابنا على الجيميل. ندخلها بنضغط على التالي. طبعا بتفتحنا هاي الصفحة اللي اتحقق بخطوة. بكل بساطة نحن رح نفعل هذا الخيار. هذا الخيار عبارة عن انه الهكر بيسرق حسابنا. لازم هذا الهاتف يلي نحن انشأنا منه اتحقق بخطوة. هذا الهاتف رح ينربط حسابنا على الجيميل بهذا الهاتف فقط. رح يرسلنا رسالي الى هذا الهاتف. رح يخبرنا انه جهاز اخر حاولي يخترق حسابك. هل تريد اسماح له بالدخول او لا? نحن رح نضغط لا. طبعا رح نفعل هذا الخيار نضغط على التجربة الان. طبعا رح تسألوني. اذا فقدنا الهاتف. هلأ رح نقوم بش يعني اه حل مشكلة ازا فقدنا هذا الهاتف. طبعا هل تحاول تسجيل الدخول من جهاز اخر? هاي هي ارسالة يلي رح اه تظهر اه ازا حاول الهكر يسرق هاتفنا. رح نضغط نحنا نعم او لا. بما انه انا الان اللي دخلت رح اضغط نعم. بينما ازا حطينا لا ما رح يستطيع الهكر سرقة حسابنا. طيب نحن لو فقدنا اه هذا الهاتف وجينا نحن بدنا نسجل دخول. شو الحل? طبعا بكل بساطة. بالنسبة الى اجهزة اندرويد. الغي قفل جهازك وانقر على نعم. طبعا نحن رح ننزل الى الاسفل. طبعا في عنا هون خيار اسمه ما الطريقة التي تريد الحصول على الرموز من خلالها. بيتضغط على استخدام خيار احطياطي اخر غير رقم الهاتف. نحن متل ما ذكرنا ما بدنا رقم الهاتف. طبعا رح يعطينا هي الصفحة لهي الرموز. هي الرموز رح نضغط على تنزيل او رح نلطقط صورة للشاشة. طبعا رح ننزلها او رح نلطقط صورة للشاشة هي الرموز هي في حال نحن غيرنا هاتفنا وقمنا بالتسجيل الدخول الى حسابنا رح يرسل رسالة الى هذا الهاتف. هذا الهاتف اه هو اه فقدنا رح نضغط يعني نحن على استخدام رمز احطياطي من هاي الرموز. هذا الرمز رح نكتبه ورح يقوم بتسجيل الدخول رح نضغط على التالي طبعا ورح نضغط على تشغيل. الان شغلنا هذا الخيار وهيك يعني مستحيل اه الهكر يعني بعد الان يستطيع سرقة الحساب. مثل ما ذكرنا الرموز يلي حصلنا عليها نحن اه في حال تم الدخول رح نستخدم هي الرموز لحتى نفتح حسابنا. غير عن طريقة هي الرموز ما حدا فيه يفتح حسابنا ابدا. لاما الرموز لاما هذا الهاتف يلي انا سجلت منه الدخول وامنت الحساب. وهيك رح نحتفظ بتسجيل دخولنا الى حسابنا مدى الحياة وما رح يستطيع اي هكر يعرف اه يسجل الدخول الى حسابنا او يخترقوا حتى لو استطاع اختراق هاتفنا ويعرف كلمة السر لانه يوجد رموز احتياطية اصبحت لدينا لازم نكتبها على ورقة ليس على الهاتف نتصورها نسخها صورة نحطها على طاولة مكتبنا نحتفظ فيها لانه هاي الرموز هي اللي بتحنا نستخدم حسابنا على الجيميل او الهاتف يلي انشأنا منه الحساب وامناه وبتمنى يكون افاتيكم هذا الفيديو